اشتركوا في القناة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات وشعبيهما الشقيقين كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار وأعرب جلالة الملك المعظم وصاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة خلال اللقاء عن حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة ودفعها إلى الامام في مختلف المجالات خاصة التي تخدم التنمية في البلدين كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك كونه ضمانة للحفاظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق تطلعات شعوبها وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة حضر اللقاء سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كما حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حمد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وعدد من الشيوخ والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر